بسم الله الرحمن الرحيم عصوا الله مرة أخرى حيث أمروا بحرب العمالقة ولكنهم امتنعوا فغضب الله تبارك وتعالى عليهم فتاهوا في صحراء سيناء مدة طويلة وصحراء سيناء شديدة الحرارة في النهار وشديدة البرودة في الليل وقليلة الماء والطعام فكانوا يتأذون من حر النهار وبرد الليل ولم يكن هناك طعام ولا شراب ثم تابوا إلى الله عز وجل فتاب الله عليهم وأنزل عليهم الغمام والمن والسلوى هذه الآية تتحدث عن هذه الواقعة واذكروا يا بني إسرائيل إذ كنتم في التهى أربعين سنة فظللنا عليكم الغمام يعني بعثنا لكم السحاب ليظلكم فيكون سترا لكم يقيكم حر الشمس وبرد القمر وأنزلنا عليكم المن والسلوى المن ماء أو مادة حلوة يشبه الترنجبين اللي كانت تسقط من السماء على أوراق الأشجار أو تفرزه الأشجار والسلوى اللي هو طير السماني فكان هذا الطير ينزل من السماء وهو مشوي بصورة الإعجاز فيأكلونه أو كان هذا الطير موجودا بكثرة في تلك الصحراء فكانوا يصطادونه ويأكلونه وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا المن والسلوى من رزق الله الطيب الحلال فهم من حيث الطعم طيب هم من حيث الحلية طيب كلوا من هذه النعم وأشكروا الله تبارك وتعالى لكنهم كفروا بعد كل هذه النعم هل هذا الكفر يضر الله تبارك وتعالى الجواب كلا وما ظلمنا بكفرانهم فإن الله تبارك وتعالى غني عن العباد ولا يؤثر ظلمهم في سلطان الله تبارك وتعالى وإنما هذا الظلم في واقعه يعود إليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأنهم سببوا لأنفسهم ذلة في الدنيا والعذاب في الآخرة وفي الحديث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال إن الله أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني الأئمة منا ثم قال في موضع آخر وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين هذه أيضا نعمة أخرى واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا لكم بعد أن خرجتم عن التيه ادخلوا هذه القرية اللي هي بيت المقدس أو أريحة بلدة قريبة من بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم لكم الحرية في أن تأكلوا من أي مكان أو أي مأكل رغدا يعني أكلا واسعا مرفها وادخلوا الباب سجدا ادخلوا هذه القرية حال كونكم ساجدين وقولوا حطة اللهم حطة ذنوبنا يعني هذا السجود يكون حطة لذنوبنا ومح لسيئاتنا فإذا فعلتم هذا العمل نغفر لكم خطاياكم السابقة وسنزيد المحسنين بالإضافة إلى غفران الذنوب سنزيد المحسنين منكم الذين لم يرتكبوا الخطايا الأخرى سنزيدهم من خير الدنيا وخير الآخرة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون لكن كثير منهم أسو الله تبارك وتعالى حتى في هذا الآمر فقالوا استهزاءا حنطة حمراء خير لنا وبدل أن يدخلوا الباب سجدا دخلوا الباب من خلفهم فاستحقوا العقاب فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء والرجز هو العذاب بما كانوا يفسقون أي بسبب عصيانهم وفي الحديث أن الرجز الذي أصابهم أنه مات منهم بالطاعون في بعض يوم مائة وعشرون ألفا وهم من علم الله أنهم لا يؤمنون ولا يتوبون ولا ينزل هذا الرجز على من علم الله أنه يتوب أو يخرج من صلبه ذرية طيبة توحد الله وتؤمن بمحمد وتعرف موالاة علي وصيه وأخيه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين